امان الرحيم الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عزانا طلاب وطالبات الفرقة الرابعة قسم ادارة الاعمال طلاب بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ اهلا وسهلا بكم بنرحب بكم في محاضرة جديدة لمكرر بحوث العمليات الاذارية اتشرف باللقاء معاكم الدكتور ممدوح عبدالفتاح يوسف ان شاء الله اليوم تكون المحاضرة الاخيرة في المكرر اتمنى لكم التوفيق اتمنى لكم ان شاء الله مستقبل باهر يليء بكم مع ارقى الامنيات بالنجاح والتوفيق في المكرر بتاحكم وحوث العمليات الاذارية اليوم ان شاء الله تعالى نستكمل المكرر من الفصل الثامن نظرية صفوف الانتظار لو حبينا مبدئيا نتكلم عن صفوف الانتظار او خطوط الانتظار نقدر نقول ان هي مجرد طلبات على خدمة معينة بيزيد فيها الطلب عن العرض في فترة زمنية او في لحظة معينة حينما او عندما يزيد الطلب على العرض تظهر صفوف او طوابير من الطلبات تنتظر التلبية هي دي الفكرة بتاعة صفوف الانتظار او خطوط الانتظار طلب بيزيد عن العرض في لحظة معينة تظهر صفوف او طوابير من الطلبات تنتظر التلبية هنا المشكلة اللي بتواجه مقدمي السلع او الخدمات او الشركات اللي بتخدم العملاء ازاي هي تقدر تقدم الخدمات او تبيع المنتجات بشكل لا ينتج عنه تراكم في الصفوف او لا ينتج عنه بريك ايفن بوينت نقاط اختناق او نقاط انكسار كانت تؤثر على حجم مبعات او تؤدي الى هروب العميل او تحوله سويتشنج الى علامات تجارية اخرى بمعنى ان صفوف الانتظار تتعامل مع زبون لديه رغبة او لديه طلب معين ينتظر الخدمة او ينتظر الحصول على السلعة اللي هو بطلبها ويبقى السؤال هل خطوط الانتظار تقتصر فقط على الزبون اقصد الكونسيومرز هنا او المستهلكين بتوع المنتجات قال لي لا ده قد تمتد الالات تنتظر مادة خان او صيانة للالات والمعدات ايا كان شكل الانتظار ده بنسميه خطوط انتظار او نظرية خطوط الانتظار اذا خطوط الانتظار نظريا هي عبارة عن حالة يزيد فيها الطلب عن العرض في لحظة معينة تظهر تلك الصفوف او تلك الطوابير يعني تنسحب تلك النظرية على الزبائن الالات المعدات تصيانتها ده بيفرض على الشركات ان هي تبزل كثارة جهدها في ان هي توفر المنتجات المطلوبة سلح كانت او خدمات عشان تحصل على ساتسفاكشن او رضا العميل عشان ما يتحولش او يعمل برانتس واتشنج ليه علامات تجارية اخرى طيب الافترضات اللي بتقوم عليها نظرية صفوف الانتظار في مجموعة من الافترضات الافترض الاول هو ان الافراد قصد هنا المستهلكين او الزبائن ينتظمون في الغالب في صورة طوابير ينتظروا او انتظارا لخدمتهم يعني هنا كما لو كان الزبائن هنا تصطف في طوابير انتظارا للحصول على الاحتياجات او الرغبات بتاعتهم او اجباح تلك الحاجات والرغبات بينسحب على الافترض الاول ده نظريا ان الافراد او الزبائن ينضموا المجتمعات الحضرية رقية بمعنى ان السائد بين الافراد في تلك الصفوف هو النظام او احترام الاخر واحترام وقته واحترام الزات الافتراد محاولة الحصول على رضا الزبون او محاولة الاحتفاظ به اطول فترة ممكنة طبعا هنا الزبون بكل حرية الانتقال من علامة الى علامة تجارية اخرى وده بشكل قد رهيب على المنتجين لان المنتجين يدركوا ان المستهلك هو المستهلك او سيد السوق وبالتالي ليه الحق ان يتحول من علامة الاخرى وتحاول جميع الشركات او جميع العلامات تجارية ان تنال رضا الزبون او الاحتفاظ به اطول الفترة ممكنة الافتراض التالت ان هنا نظرية خطوط الانتظار تحترم وقت الزبون تحترم ادميته تحترم اهميته وتحترم الحضارة اللي بينتمي اليها وتقديره للاخر في فلسفة الانتظار او تقديم شخص على ذاته احتراما له الهدف من دراسة نظرية صفوف الانتظار الهدف الاول اقدر من خلال النظرية دي ان انا اقيم التكلفة اقصد تكلفة انتظار الزبون في الكيو اللي هو طابور الانتظار حاجة التانية نقدر نقيم فعالية نظام الخدمة نقدر نحدد تكلفة اداء الخدمة او الخدمة المقدمة تكلفتها عاملة ازاي لان العميل في الاخر بيحاول يفاضل ما بين حكتين تكلفة الخدمة او المبلغ اللي هو paid اللي هو دفعه وال الخدمات اللي نالها او قيمة السلعة اللي هو حصل عليه فحين العميل بيفاضل بين حكتين المقدمات اقصد هنا المبلغ المدفوع والنواتج اللي هو بيمثل قيمة السلعة والخدمات اللي هو حصل عليه ومن خلال المقارنة دي بيقدر يوصل في النهاية لحاجة اسمها ال منافع منفحة العميل تقاص لما يقارن العميل بين حكتين المبلغ المدفوع والفوائد اللي حصل عليها من اقتناء السلعة او الخدمة اللي بيحاول ان هو يحصل عليها فالهدف الاول الهدف الاول تقييم التكلفة الهدف التاني تحديد فعالية نظام الخدمة من خلال تحديد تكلف دائرة الخدمة اللي بناء عليها يتم تقدير المنفعة النهائية لدى الزبور وده التحدي بين مقدم الخدمات عموما الهدف التالت توظيف عدد محدد من مقدم الخدمة للزبائن بمعنى ان ما يكونش عندي فيه زيادة في مقدم الخدمة او نقص هنا انا بتكلم على فكرة ان يكون فيه توازن ما بين الاحتياجات وما يتم عرضه عشان ما يكونش فيه وما يكونش فيه شورتج او عجز فيه الاحتياجات الافتراض رقم اربعة وهي تحديد الفترة الزمنية للانتظار بمعنى ان كل شركة بتحاول ان هي تقلل الفترة دي الى اقل مستوى ممكن وده 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 احد جدارات التنافس اللي هو زي اقلل فترة الانتظار دي الى اقل مستوى ممكن بحيث ان العميل يحصل على المنتج بتاعه سلعة كانت او خدمة في الوقت المطلوب بالزبط بلا تأخير لان اي تأخير بشكل نوع من التهديد التهديد ده يرتبط بحاجة بنسميها الباند سويتشنج او تحول لعلامات تجارية اخرى نتيجة احضار عامل الوقت لالزبون الشيء الخامس المرتبط بنظرية صحوف الانتظار هي انشاء مراكز خدمة متعددة لتقديم الخدمة ده برضو من منطلق تقليل وقت الانتظار او محاولة خدمة العميل بكافة الطرق بحيث اننا يعني اوصل في النهاية لنتيجة ما فاتها حاجة واحدة فقط وهي satisfaction بنقدر برضو من خلال نظرية خطوط الانتظار ان احنا نعمل trade off ما بين حكته نوازن ما بين تكلفة الانتظار وتكلفة اتخاذ قرار انشاء مركز خدمة جديد يعني كما لو كنت انا بقول تكلفة الانتظار دي تساوي مبلغ هل المبلغ ده يساوي ولا يزيد ولا يقل عن تكلفة انشاء مركز جديد من خلال المفضلة دي بقرر في النهاية هل انشئ المركز الجديد للخدمة ده فيه داعي ولا طرق تقديم الخدمة للزبائن عند طريقتين لتقديم الخدمة الطريقة الاولى طريقة الالية بتتم باستخدام الكمبيوتر اللي هي الانترابنت او تسخير ادوات الاتصال وتقنية المعلومات في تقديم الخدمة للزبون بشكل سريع جدا ودي الفكرة اللي بتبان عليها حاجة من سماء الهومبانكينج اللي هي فكرة انه يكون البانك بتاعك حضرتك عبارة عن أبس موجودة على الجوال بتاعك تقدر تعمل تقدر تحول تقدر تدفع تقدر تسدد تقدر كمان انك تعمل تشتري بالفيزا او تعمل تحولات نأدية بسهولة على المتعاملين اخرين هنا بقدم الخدمة بشكل آلي او ممكن اقدم الخدمة بشكل بشكل بشري اللي هو الشكل التقليدي في التعامل زي ما جاري دلوقتي ونحن شايفين ايا كان حضرتك التعامل سواء كان آلي او بشري يبقى القيد للحصول على ساتسفاكشن بتاع الزبون هو تقليل وقت الانتظار ده القيد المهم وصف خطوط الانتظار في وصف الخطوط الانتظار لازم افرق بين حكتي حاجة بنسمها وصول الوحدات بمعنى وصول الوحدات هنا اقصد به الزباين الوحدة هنا اقصد بيها الشخص او الشيء او المادة او خط الانتاج اللي في حالة انتظار فهنا وصول الوحدات زي الزبائن او المكائن او البخائر البواخر او السيارات او الكتارات او خط الانتاج اي شيء ينتظر شيء هنا انا بتكلم عن الوحدات محطة الخدمة او محطات الخدمة هي اللي بيكون فيها الوصول للسلعة او الخدمة المطلوبة اجراءات الوصول للخدمة او للسلعة المطلوبة بتتم بشكله يأما بشكل سابت يعني بمعدل سابت خلال الفترة الزمنية معينة او بشكل عشوائي وده الاكثر شيوعا بمعنى ان معدلات الوصول هنا غير محددة معدل الوصول او فترة او النقطة الزمنية اللي هيتم الحصول فيها على المنتج سلعة كانت او خدمة ممكن تكون بشكل سابت ومحدد جت جست او بشكل راندوم بشكل عشوائي غير محدد وهو الاكثر شيوعا الخصائص العامة لنظرية صفوف الانتظار في مجموعة من الخصائص اول حاجة حاجة بنسميها المعدل وصول الوحدات معدل الوصول من الرموز لبرمز لمدة زي ما حضرتكم ما شايفين وده في الغالب بيتبع البواصون دستربيوشن البواصون دستربيوشن ده اللي هو النورمال دستربيوشن اللي هو التوزيع الطبيعي يعني هنا أنا بتكلم عن الشكل المناقوسي او شكل الجرس اللي فيه الجانب اليمين بيكون غالباً مشابه للجانب الشمال في التوزيع الطبيعي فهنا معدل الوصول في الغالب هنا بيتم بشكل طبيعي ما فيش انحراف او فيه قيم شزة زي ما موجود في التوزيع القسي زي ما نشوف اللي هو معدل تقديم الخدمة service rate ده معدل تقديم الخدمة أنا برمز بالرمز ميو زي ما حضركم شايفين يبقى معدل الوصول الوحدات لمضة معدل تقديم الخدمة اللي بيتم التوزيع القسي ده بنسميه ميو خلي بالكم ان دايماً معدل الوصول اللي هو لمضة بيكون اقل من معدل تقديم الخدمة معدل الوصول بيكون اقل من معدل تقديم الخدمة برضو فيه رمز اخر يتعلق بالقعدة اللي أنا بعتمد عليها في خدمة الافراد او الالات او معدات او السيارات او البواخر اي شيء احنا بيبنخدمه فيه قعدة انا بعتمد عليها في الخدمة بنسميها او الوارد اولاً يخدم اولاً او اللي يصل اولاً يخدم اولاً او يحصل على الخدمة اولاً ده بنسميه الفيفو أنا بعتمد على الفيفو في الخدمة مش اللايفو لا أنا بشتغل على فيرستين فيرستاوت مشاكل الانتظار في نظرية خطوط للانتظار أنا بقابل حالتين الحالة الأولى نموذك صف الانتظار بمركز خدمة واحد وده اللي هنأعتمد عليه في المحاضرة بتاعتنا على اعتبار أن مراكز الخدمة متعددة يعني بداع فيكم منها نتيجة أن هي ممكن تكون معقدة أو الظروف ما تستحملش أن نحن ندخل معكم في تفاصيل تستهلك وقت أكتر من المحدد للفصل الدراسي فهنا هلأكتفي بالحالة اللي حضراتكم شايفينها ليه نموذج صف الانتظار بمركز خدمة واحد ده بيعتبر أبسط أنواع نمازج صفوف الانتظار ده بيكون وان شانل ده قناة واحدة فقط تصل الوحدات إلى مراكز الخدمة ويتم خدمة الوحدات بشكل متتالي تصطف الوحدات في صف واحد وتقدم الخدمة وفقا لقاعدة الفيرس تين فيرس تاوت اللي هو الجه الأول بيخدم الأول فيه مجموعة من التعريفات واجب أن نمر عليها ونفهمها أو نعرف المقصود بيها التعريف الأول السيستم أو النظام كلمة سيستم أو نظام هو عبارة عن تجمع لمجموعة من الأجزاء من الأجزاء الفرعية أو المكون لصفوف الانتظار أو الأجزاء التي يتضمنها مفهوم صفوف الانتظار أقصد هنا الزبون الشنل بتاع السيرفيس اللي هو بتاع الخدمة والتكلفة بين قصين مادية كانت أو بشرية ده بنسميه السيستم الكاستمرز أو الزبائم دولة اللي هم الأفراد طالب الخدمة يطلعوا بقى طالب الخدمة ده فرد أو ممكن يطلع آلة أو ممكن يطلع مادة أو أمر تشغيل أو خط إنتاج يطلع زي ما يطلع لكن هنا فيه أمر إنتاجي أصدر من الفرد أو من الآلة أو من المادة أو من البروستس بتاع التشغيل دي كله بنسميه كاستمرز أو زبون يعني لما يكون عندي باخرة محتاجة سيانة يباها بنسميها زبون لما بتكلم على سيارة محتاجة ميكانيكي بها هي زبون لما تكلم على خط إنتاج ستب متوقف ويحتاج صيانة يبدا بيكون زبون يبدا الزبون هنا أي شيء طالب الخدمة يطلع فردة أو آلة أو أمر تشغيل أو معدة أي أن كان ده بنسميه كاستمرز الزبائم في النظام اللي هي الزبائم أو صفوف الانتظار أثناء تأدية الخدمة يعني الذين يطلقون الخدمة هم يعني كما لو كانوا في الأوبريتنج يعني هنا صف الانتظار عبارة عن مجموعة من الزبائن يطلقون الخدمة المفهوم الرابع القادمون القادمون أقصد بها الزبائن اللي هم المحتملين أي زبون محتمل هو قادم السيرفزيس فاسيليتيز اللي هي الخدمة أو التسهيلات الخدمية التسهيلات الخدمية هنا أقصد بيها الإمكانيات المتاحة لتأديد الخدمة يعني أنا بتكلم هنا عن منتكان أو سلعة أو خدمة بتقدمها المنظمة بغرض الحصول على ستسفاكشن بتاع الزبون والحصول على رضاه و يعني رابطه في البقاء أطول فترة ممكنة وقت الخدمة ده الوقت اللازم لحين توفير الخدمة المطلوب يبقى أنا هنا بتكلم عن الوقت من لحظة دخول مركز الخدمة إلى لحظة المغادرة أو الخروج منها ده بنسمعه سيرفز تايم أو وقت الخدمة قناة الخدمة اللي هي سيرفز شانالز دي قنوات الخدمة أو قناة الخدمة دي الجهة اللي الزبون وإحنا قلنا كلمة زبون دي يقصد بها إيه أفراد أو مكائن أو آلات أو سيرات أو معدات أو خطوط إنتاج أي أن كان الشيء اللي بيحتاج منتج يبدأ بنسميه زبون فهنا قنوات الخدمة هي الجهة اللي بيتوجه لها الزبون لتلقي الخدمة دي بنسميها قنوات الخدمة مراحل تقديم الخدمة اللي هي عدد المحطات اللي بيمر عليها الزبون أو بينضم لها الزبون حتى يتلقى الخدمة مطلوبة نشوف كده بيمر على كم بروسس أو كم مرحلة أو كم عملية دي كلها بنسميها مراحل تقديم الخدمة طيب الرموز الرياضية المستخدمة في صفوف الانتظار زي ما أخذنا من شوية إحنا عندنا فيه أكتر من رمز الرمز الأول إن إن دي اللي هي عادل وحدات في النظام بمعنى الوحدات اللي هي موجودة في صفوف الانتظار بمعنى الوحدات في مراكز الخدمة اللي هي ان بروسس بقى يعني الوحدات اللي موجودة ان بروسس دي بنسميها ان لمضا لمضا دي عادل الوحدات القادمة يعني بنسميه معدل الوصول لكل وحدة زمنية لمضا تميو دي عادل وحدات المغادرة يبقى الوصول بنسميه لمضا اللي هو رقم اتنين والمغادرة بنسميه ميو اللي هو رقم ثلاثة اللي هو معدل الخدمة لكل وحدة زمنية العلاقات الرياضية المستخدمة في نظرية خطوط الانتظار او صفوف الانتظار بي ده احتمال وجود وحدات في النظام اللي هو بنسميه معامل التشغيل بي بي معامل التشغيل بي او او بي زيرو ده بيمثل الوقت غير المستغل خلي بالكم ان بي زيرو ده بيساوي واحد نقاس بي يعني بي اللي هي موجودة في رقم اتنين دي بيساوي واحد نقاس بي اللي موجودة في رقم واحد اللي هي واحد نقاس معامل التشغيل يعني حلو ال L S ده بيمثل طول النظام. طب ال L Q Q. Q دي جاي من صف انتظار يعني. L Q ده عبارة عن ال L D عن Lens. طول. Lens بتاعة السيستم اللي هي رقم ثلاثة يعني طول النظام. Lens بتاعة ال Q اللي هي رقم اربعة دي طول صف الانتظار. ال W. ال W. دي بتعبر ال W S دي عبارة عن متوسط وقت الانتظار المتوقع. لكل وحدة في النظام. ما هي. S. S System. لكن ال W Q متوسط. اللي هو ال wait يعني. متوسط وقت الانتظار. لكل وحدة موجودة في ال Q اللي هي صف الانتظار. عظيم. طيب. القوانين اللي اللي انا بستخدمها في نظرية خطوط الانتظار. في حالة مركز خدمة واحد. اللي هو النموذج المبسط اللي احنا قلنا عليه. اول لقانون P. P اللي هو بنسميه معامل التشغيل. اللي هو بيسوي لامضة على ميو. ده قانون الاول. P لامضة على ميو. قانون التاني. P O اللي هو بنسوي نسبة الوقت غير المستغل. اللي هو بيسوي واحد ناقص P. يعني واحد ناقص لامضة على ميو. P O او P zero بيسوي واحد ناقص P. يعني واحد ناقص لامضة على ميو. قانون التالت. اللينس بتاع السيستم اللي هو طول النظام. بيسوي لامضة على ميو ناقص لامضة. لامضة على ميو ناقص لامضة. طيب اربعة. شوف كده. اللينس بتاع الكيو. اللي هو طول صف الانتظار. بيسوي ايه? لامضة تربية على ميو. مضروف في ميو ناقص لامضة. لامضة تربية على ميو. مضروف في ميو ناقص لامضة. خمسة. الويد بتاع السيستم اللي هي متوسط وقت الانتظار داخل النظام. متوسط وقت الانتظار لكل وحدة داخل النظام. الدابيو اس بيسوي واحد على ميو ناقص لامضة. واحد على ميو ناقص لامضة. اعتقد القانون الاخير اللي هو الدابيو كيو. اللي هو متوسط وقت الانتظار لكل وحدة في الكيو. اللي هو صف الانتظار. بتسوي لامضة مقسومة على ميو. مضروف في ميو ناقص اي ناقص لامضة. عظيم عظيم. طيب نشوف المثال رقم واحد. نطبق المعادلات اللي فاتت او القوانين اللي فاتت دي عليه. يستطيع مطعم الدار في مدينة طنطة. استقبال الزبائن في المطعم بمعدل مية وخمسين زبون في الساعة. يبقى ده اسمه معدل ايه? معدل الخدمة. طيب. ومعدل وصول الزبائن مية واربعين زبون في الساعة. في المتوسط طبعا. يبقى المية واربعين دي بنسميها ايه? لمضة. والمية وخمسين اللي هو معدل الخدمة بنسميهم يوم. طب ايه المطلوب بقى? المطلوب احسب احتمال ان يكون المطعم مشغول. نسبة الوقت الضائع او غير المستغل. متوسط عائد الزبائن المتوقع في النظام. متوسط عائد الزبائن المتوقع في صف الانتظار. متوسط وقت انتظار الزبائن المتوقع في النظام. متوسط وقت انتظار الزبائن المتوقع في صف الانتظار طيب نشوف الحال هنا زي ما قلت لكم ان لامضة 140 وميو 150 المطلوب الاول ان يكون المطعم مشغول اللي هو بي لامضة على ميو 140 على 150 ساوي 93 في المية المطلوب التاني نسبة الوقت الضائع بين قسين غير المستغلاء اللي هو بي او او بي زيرو اللي هو بيساوي واحد ناقص بي يعني واحد ناقص 93 في المية يديني 6 و 6 من 10 في المية ثلاثة متوسط عدد الزبائن المتوقع في النظام اللي هو بنسميه اللينس بتاع السيستم اللي هو بيساوي لمضة مقسوم على ايه ميونة يعني 140 على 150 ناقص 140 يعني 140 على 10 يعني 14 زبون حل 4 متوسط عدد الزبائن المتوقع في صف الانتظار يعني اللينس إن كيو اللي هو طول صف الانتظار اللينس إن كيو بيساوي لمضة تربية مقسوم على ميو مضروف في ميونة اس لمضة يعني 140 تربية مقسوم على 150 مضروف في 150 ناقص 140 19600 على 1500 يديني 13 زبون ده اللينس بتاع الكيو متوسط وقت الانتظار المتوقع لكل الزبائن في النظام اللي هو الويد بتاع السيستم اللي هو بيساوي واحد مقسوم على ميو ما إسلام ده واحد على 150 ناقص 140 يعني واحد على عشرة الواحد على عشرة دي نضربها في 60 عشان يكون ناتج باعي بالدقايي يوم الديني 6 دقايي حل 6 دقايي طيب المطلوب الأخير اللي هو متوسط وقت الانتظار المتوقع لكل زبون في ال في الانتظار ده بيعبر عن الويد بتاع الكيو أو الوكيو القانون بتاعه اللي هو لمضة على ميو مضروف في ميونة اس لمضة يعني 140 على 150 في 150 ناقص 140 يعني 140 على 150 في 10 ليه 1500 نضرب في 60 يديني خمسة وستة من عشرة دي اي ده الدابيوم كيو نشوف تطبيق آخر مش هيبعد كتير عن اللي احنا قلناه يعني هو تقريبا تكرار لنفس الأفكار يعني يستقبل ميناء الإسكندرية البواخر بمعدل 20 باخرة في الساعة في المتوسط معدل وصول البواخر للميناء معدل الوصول معدل الوصول لمضة 10 والعشرين دي ميو اللي هو معدل الخدمة يبنى لمضة 10 وميو 20 ايه المطلوب بقى احسب احتمال ان يكون رصيف الميناء مجهول نسبة الوقت الضائع غير المستقل متوسط عهد البواخر المتوقع في النظام متوسط عهد البواخر المتوقع في الانتظار طيب خلانا نشوف احسب لي كمان متوسط وقت انتظار الباخرة المتوقع في النظام ومتوسط وقت انتظار البواخر المتوقع في صف الانتظار طيب احنا قلنا عندي لمضة 10 وميو وعشرين احتمال ان يكون الرصيف مشغول اللي هو P اللي هو لامضة على ميو يعني 10 على 20 بسوى 50% حلو اتنين نسبة الوقت الضائع هنا P O 1 نقص P يعني 1 نقص 50% برضو 50% ثلاثة ثلاثة متوسط عادل بواخر المتوقح في النظام ده اللي بنسميه Lens System أو طول النظام اللي هو لامضة على ميو نقص لامضة يعني 10 على 20 نقص 10 يعني 10 على 10 يعني بتساوي 1 متوسط عادل بواخر المتوقح في صف الانتظار اللي هو Lensin Q اللي هو طول صف الانتظار اللي هو بيساوي لامضة تربيع مقسوم على ميو مضروف في ميو نقص لامضة يعني 10 تربيع مقسوم على 20 مضروفة في 20 نقص 10 يعني 10 تربيع اللي هي 100 مقسومة على عشرين في عشرة اللي مئتين مئة على مئتين يعني خمسين في المئة. خمسين في المئة او نص دي يعني بلغة الاركام ما قدرش يقول النص سفينة او نص باخيرة. فبقولن هي آآ زيلو. مافي. يعني هنا الرقم الصحيح فقط اللي بعتد بيه. يعني بحش يقول نص باخيرة او تلاتة ربع باخيرة او كده. الرقم الصحيح فقط. وده نص اذا ما ما وصلش الواحد يعني. فاذا هنا لا توجد ولا ولا باخيرة. المطلوب خمسة. متوسط وقت الانتظار المتوقع لكل باخرة بالنظام. اللي هو الويت انسيست. اللي هو واحد مقسوم على ميون اس لامضة. يعني واحد على عشرين ناس عشرة. يعني واحد مقسوم على عشرة. نضرب في ستين تديني ست دقائي. متوسط وقت الانتظار المتوقع لكل باخرة في اه في الانتظار. اللي هو الويت انج يو. اللي هي لامضة مقسومة على ميو مضروها في ميون اس لامضة. يعني عشرة مقسومة على عشرين في عشرين ناس عشرة. يعني عشرة مقسومة على عشرين في عشرة اللي هي متين. نضرب في ستين تديني التلات تلات دقائي. اه بنهاية المحاضرة. شكركم شكرا جزيلا. كنت سعيد اه بوجود معاكم. اتشرفت اه لقائكم اكتر من مرة واثنين وتلاتة واربعة في المحاضرة. في مدرقة الكلية. اه لا يسعني في النهاية الا اني اشكركم شكرا جزيلا. اتمنى لكم التوفيق. اه اتمنى لكم الصحة والسلامة. اه والبلدنا الخير. اه والعافية. تقدم والرقي. اه اه وفي نهاية المقرر. اه اه اشكركم شكرا جزيلا. اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا.